السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته مرحبا بكم في حصة جديدة حصة خاصة بنص تطبيقي بعنوان النقلة الديمغرافية وهو نص موجود بالصفحة 165 بمرجع المختار في اللغة العربية للسنة الأولى إعدادي إذن سنبدأ أولا بأنشطة الفهم إذن السؤال الأول لدينا بين علاقة الانتقال الديمغرافي بالفروق الموجودة بين المناطق المغربية إذن كجواب انطلاقا من النص يرتبط التطور الديمغرافي بطبيعة المنطقة ودرجة تجهيزها وقوة التمدين فيها وترقز الصناعات بها ووضعية المرأة فيها السؤال الثاني حدد الأسباب التي أسهمت في النقلة الديمغرافية إذن كجواب انطلاقا من النص لدينا تزايد قيمة الفرد تطور العقليات انتشار التعليم والتمدرس اكتساب التقنيات والمعرفة الحديثة تقدم الصحة تراجع نسب الزواج المبكر والإنجاب المكان الاجتماعي للمرأة إلى غير ذلك من الأسباب السؤال الثالث بين تأثير التمدين على التزايد السكاني إذن الخصوبة في المدن قريبة من عتبة تعويض الوفايات والخصوبة مرتفعة أكثر في القرى والأرياف إذن هذا هو تأثير التمدين على التزايد السكاني إذن معدل الولادات فهو قريب من معدل الوفايات كذلك الخصوبة مرتفعة في القرى والبوادي رابعا بما تتميز المناطق التي تعرف النقلة الديمغرافية الأكثر تطورا إذن تمتاز بالتمدين القوي وتركز الصناعات وتحسن وضعية المرأة خامسا حدد المبتدأ والخبر ثم أبرز نوع الخبر في الجملة المكتوبة بلون مغاير إذن الجملة الأولى لدينا فتطورها على المستوى المحلي يجعلنا نتحفظ شيئا ما إذن المبتدأ هنا هو تطور أما الخبر فهو جملة يجعلنا نتحفظ شيئا ما ونوع الخبر هنا فهو جملة فعلية الجملة الثانية فالانتقال الديمغرافي هو صورة إذن المبتدأ هنا هو الانتقال الخبر هو صورة ونوع الخبر هنا هو جملة إسمية الجملة الثالثة الذي نفى النقلة الديمغرافية الأكثر تطورا تهم المناطق إلى غير ذلك إذن المبتدأ هنا هو النقلة أما الخبر فهو تهم المناطق كما نلاحظ فنوع الخبر هنا جملة فعلية نمر للسؤال رقم ستة لدينا استخرج من النص ما يلي اسمي إشارة وحدد نوعهما اسمي موصول وحدد صلة كل منهما إذن اسمي إشارة لدينا هذه ونوعه للمفرد المؤنث القريب إعرابه اسم إشارة في محل ينصبين اسم إن ثم لدينا هناك وهو للبعيد إعرابه حسب ما ورد في النص اسم إشارة مبني على الفتح في محل رفعين مبتدأ أما الإسمين الموصولين فلدينا مثلا التي جملة الصلة تتوفر على مستوى جيد من التجهيز التي تتطور فيها بسرعة التي عرفت تمدينا قويا التي تتميز بارتفاع مستوى التمدرس إلى غير ذلك وعنما اسم موصول لغير العاقل ما تطورها على المستوى المحلي يجعلنا نتحفظ على شيء ما إلى غير ذلك على شيء إلى غير ذلك أخيرا نطلب مننا أن نكتب رسالة إلى صديق بمناسبة شفائه من المرض سنكتب رسالة كما يلي في الأعلى المدينة والتاريخ الدار البيضاء في سادس وعشر أبريل ألفان واثنين وعشرون الحمد لله وحداه المرسل إليه ابن عم هلال عبارة التحية الافتتاحية تحية طيبة وبعد ثم موضوع الرسالة لقد سررت كثيرا بسماع خبر شفائك واسترجاعك صحتك وعافيتك بعد الوعكة الصحية التي ألمت بك مؤخرا وإنني وأنت في فترة نقاهتك أرجو لك طول العمر وموفور الصحة والعافية وسلامي موصول إلى الأهل والعائلة كل واحد باسمه ابن عمك هلال التوقي إذن هذا كل ما يتعلق بهذا النص شكرا لكم على المتابعة شكرا لكم على المتابعة